من ضمن التعليقات الحقيقة تجربة في امتحان البي ام بي عاوز اقول لكم تجربتي في اختبار البي ام بي رحلتي اتأخرت شوية ولكني مريت بشوية كعبالة بدأت مع البي ام بي من سنة ونص اخدت الكورس مع بعض الاسماء وبعض المحاضرين بدون ذكر اسمه للأسف مدة الكورس كان اسبوع اربع ساعات يوميا تقريبا كانت بالف ريال دورة مكسفة بس للأسف زي ما دخلت الكورس زي ما خرجت منه كان سيء قعدت تقريبا سنة احاول اذاكر بس نفس الديتا او البيانات اللي اخدتها منه بس الاسف بدون جدوى الى ان سمعت على بعض النماذج اللي تشجعت ان اخد الكورس اونلاين معاهم وتواصلت معايا وكان دخلت الكورس كزا وكانت كورس خمساشر محاضرة خلص الكورس بعد شهر ونص انا ساعدة كان عندي ظرف بسبب الكورونا وانزلت هذي الموضوع بدأت احط خطة تقريبا لمدة تلات شهور مذاكرة المراجع علمية والمحاضرات والبي دي اف وبعدها احل امتحان الجرين وابعت الدرجات علشان تكون الدنيا بالنسبة لي كويسة خلينا ايجي على اهم النقطة ودي قلت احكيها لوحدا لانها حرفيا هي اللي مربط الفرس امتحانات اليالا البي ام بي دي صاروة قومية تتحط فيه متحف وعليها حراسة حرفيا الامتحان نصه تقريبا منها ونص التاني افكار مشابهة ليا انا في اسئلة جات لي في الامتحان بالنص بالارقام منها بجد شابو للاشخاص اللي بيستخدموا في هذه المواضيع بعدها دخلت الامتحان بدون محل اسئلة لهذه المواضيع وبدون ما اقرأ البي ام بوك وكانت النتيجة تلاتة اه اف تارجت واحدة تارجت نصيحت لكل الناس امتحانات اليالا بي ام بي دي مهمة جدا اه مذاكرة تولز ودابيو تي كويس جدا تلات ربع الامتحان عن والربع اللي بقى مهام مدير المشروع الامتحان قائم على الفهم الامتحان في المجمل بيكون عادة المتوسط المستوى بخلاف عشرة في المية اسئلة قائمة على الفهم العميق ما تحاولش تشاتت نفسك في مادة علمية كتيرة كفاية محاضرات ممكن انها يتاخدها وبالتوفيق بازن الله ودي كانت تجربة خاصة بهذه المواضيع يجب انك تأخذها في الاعتبار احاول اشرح مرة اني التجربة بالتفصيل مدة المذاكرة تقريبا شهر منها اسبوع يعني للنهار بتذاكر مصادر المذاكرة والجريم بوك الحل الاسئلة بشكل كبير جدا مع محاضرات شرح مهندس وليد باسيوني مهندس اكرم نجار ومهندس وليد الباسيوني مهندس سيد محسن ده هو اللي كاتب انا لا اعرف الحل الاسماء دي خطة المذاكرة سمعت عنها وهي سبعين في المية وبعدين قرأت كتاب وبعدين بدأت احل اسئلة من مصادر مختلفة وبعدين اخر تلات ايام سمعت محاضرات مهندس وليد بسرعة وتركيز سبعين في المية وبعدين كتبت الحاجات اللي كنت حاسس بيها المخاوف اللي كانت عندي ما كنتش حافز ولما كنت بحل اسئلة من المصادر ولاية الاسئلة دي كنت بخاف اكتر وكمان كنت خافت من مدة الامتحان والشاي الهم زي هركز طوال الفترة دي اربع ساعات نقاط القوة اني كنت اشتغلت معظم الحاجات دي قبل كده فكانت المساهل المذاكرة اسهل والحاجة التانية ان خليت الاسبوع الاخير فول تايم نقاط ضعف قصر مدة المذاكرة تلات اسابيع وده كان تحدي كبير ومنصحش حد يعمل كده الا ازا كان متأكد من خطته تقييم لمصادر المذاكرة البي ام بوكة وافضل واسهل مصدر للمذاكرة ولا اوصي بالمذاكرة من مصدر اخر ممكن انك تاخد محاضرات من اكتر من حد والعديد من الامور اللي ممكن انها تاخد بالنسبة لك فيها مرجع ولكن يجب انك تركز اقوى على مصادر الاسئلة كلها كويسة كمراجع وتحل كتير على الاسئلة تجربتي في الامتحان ودي انا اكتبها فيه نقاط الامتحان معظم اسئلته قصيرة وحتى المسائل سهلة ومش معقدة المفاجأة ان طريق اسئلة الامتحان مختلفة احيانا عن مصادر الاسئلة الامتحان محتاج حد فاهم مش حافظ الكتاب لان معظم الاسئلة اللي جات لي عبارة عن مواقف ما شفت ازايها في اي مصادر محدش يعتمد على الترجمة العربي وده اكتر من حد الكلام عن موضوع ده لان كتير منها بيبقى غلط وفيه جمل نقصة وده قابلني كتير في الامتحان ممكن تستخدمها لو فيه كلمة مش فاهمها الامتحان مجهد ولازم تكون نايم كويس وده مهمة جدا ومركز كويس وتركز في امتحانك طول الوقت وما تركزش في اي حاجة بتحصل حواليك بتاخد معاك الباسبور او البطاقة وهما بيتدولك كل حاجة زي اقلمان وورقة واقلة حسبة وكمان بتتفتز ذاتي بتحط كل اللي في جيوبك في خزنة وبيدوك مفتاحها معاك نصائح وديها آآ في الكتابته كله ما فيش حاجة اسمها خطة مذاكرة تاخدها من حد وتنفذها بالزبط وتنجح لازم تعمل خطتك للمذاك بنفسك واحنا معظمنا لايما مهندسين او اداريين عارفين ازاي نبني خطة مناسبة لزروفنا ومستوى استيعابنا وعمل تانية كتير عشان كده ما بنصحش حد ينفذ خطة المذاكرة بالزبط بتاعته او بتاعت اي حد لانها مختلفة عن الاخرين مفيش كورسة تاخدها ايدخلك الامتحان تحل وتنجح لازم تعتمد على نفسك وتفهم المادة العلمية وتقدر تفهم المكتوب في البي ام بوك لوحدك وتربط الحاجات ببعض الامتحان ممكن يجي لك سؤال بيربط اكتر حاجة من حاجة مع بعض رأيي شخص الشهادة مش هتخليك مدير مشروع شاطر هي تدي لك معلومات كتير ودورك انك تحاول تستخدمها في شغلك وتطور من نفسك فما تخليش توقعاتك من الشهادة كتير على مستوى القريب ودورك شخصي زي ما قلته دي تجربة البي ام بي وطبعا زي ما انتم شايفين دي تجارب مختلفة في البي ام بي اكتبونا في التعليقات ازا كنتم ماريتوا بهذه التجربة اللي ممكن تكونوا استفدتوا من هزي التجارب او لو كنتم ماريتوا بتجارب ممكن تكتبوها علشان تفيد اكتر بعض الاخرين في حالة وجود اي استفسرات شارفنا الرد عليها في التعليقات ارى صفحة تسعدنا اشتراك في القناة ومتابعة والاعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد وبالتوفيق باسن الله